صباح الخير على الحلوين الطيبين اللي وحشوني قد الدنيا نين ايه يا حبيبي يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة يوم شتوي مليان طاقة ايجابية وحب وامل وتفاؤل ان شاء الله فحضروا مجل هوت شوكولت بتاعك وقعدوا كده تدفوا واستمتعوا بالفيديو دعوه واستفادوا بيوم جديد وفرصة جديدة في النظام الطيبات محدش بيمشي في الصحراء ويقول انا عايز انجح لازم احدد هدفي والهدف يكون واقعي يعني اتفق مع قدراتي ومع امكانياتي وخبراتي لو اتك عبلت لازم اقوم ولما اقوم لازم ابز المجهود ويكون عندي هدف لما اتكلم مع نفسي واقول لنفسي دايما ومع زيتي ان انا هنهنجح وان انا هتفعق واوصل اللي انا عايزاه يبقى فعلا كل ده هيحصل انا دينا ودي قناتي ديهم هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام هرد في فيديو النهاردة على كمية ان شاء الله كبيرة من الاستفسارات والاسئلة اللي بتجيلي بجمعها كلها في يوم واحد كده وان شاء الله تستفادوا منها فشجعوني بالعايك وشير كده في اول الفيديو اولا باستغرب من كمية الاحباطات واليأس في الكلام اللي انتوا بتقولون يعني ايه مشكلتك في نظام الطيبات وازاي ممكن احنا نحلها في اساسيات وخطوات لازم نحطها لنفسنا لما نبتدي اي نظام نمشي عليه وخصوص النظام الطيبات المفروض ان هو هيبقى نظام حياة مش نظام معين هنمشي عليه كم يوم او كم شهر بالورقة والقلم ونخلص منه ونكمل بقية حياتنا عادي اولا خلي عندك ثقة في نفسك سواء عملتي او ما عملتيش احنا خليفة طلاف الارض يعني خلي عندك ايمان بنفسك انا في الدنيا هشوف فيها الطيب وغير الطيب الحلو والوحش ربنا مدي كل واحد فينا الادوات والمهارات والقوة والاراضة وكل الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا ننجح في رحلتنا ونوصل للي احنا عايزينه تاني حاجة عايزاك تراجع شريط حياتك كده تكتبي كل الفترات الصعبة اللي انت مرتي بها في حياتك من اكل وامراض وسمنة ومثلا لغاية المشاكل الاسرية والعائلية ودلوقتي انت متابعة نظام الطيبات ليه كده يا دينا عايزانا نفتكر الحاجات المؤذية ايوا علشان وقتها ده كان وعيك ودي كانت قدراتك نظام الطيبات بقى دلوقتي والاستمرارية فيه ده هيكون تحدي كبير جدا بالنسبالك وانت قدرت عليه علشان حضراتك بقى شوية الاكل المسموحين دول بوعي وقدراتي الجديدة اللي انا فيها دلوقتي ده كله بيعتبر تحدي ده كله هيخليني ابني ثقة في نفسي وزي ما تخبطت ووقاته فضلت حاول ححاول وهوصل يبقى مهم اقعد دلوقتي اعد الحاجات الاديمة علشان افكر نفسي هو ده انا اللي انا عرفت اعمل الحاجات دي وهكمل علشان ابني ثقة مع نفسي محتاجة مواقف فاعرض نفسي لتجربة جديدة اماكن بقى فيها عظمات واكلات ممنوعة واشوف نفسي هعرف اتعامل وهعرف اتصرف وهعرف ان انا ابعد الحاجات دي واقول لنفسي برافو عليكي ونبقى متابعين في حياتنا شروط جديدة ويبقى شروط اتغيرت بتاعة زمان وبقينا ماشيين دلوقتي على شروط نظام الطيبات في التحدي مع الذات ويكون ده سر الاستمرار على نظام الطيبات اولا عايزة اشكر اختنا رشا اللي بعتتلي التوست ده وقالتلي انها جربته من فترة وماشي عليه ومرتاح عليه جدا التوست ده اسمه بيكرز موجود في الامارات انا بس بشكرها وشكرا لتعبك لانك اهتمتي وبعتتي التوست اللي انت ارتحتي عليه ممكن حد تاني يكون استخدم التوست ده ومرتحش عليه فانا مش بحدد التوست ده مخصوص للامارات ان هم يستخدموه ابدا انا بقول التجربة في سؤال جالي من اكاونت اسمه لولا عندي صدع مستمر 3 ايام وبطني وجعاني جدا عامل ايه الف سلام عليك بالنسبة للصدع ممكن يكون عندك اجهات في العضلات بتاعت رقبتك نمتي غلط مثلا او مثلا في الايام البرد اللي احنا فيها دي برضو بيحصل مشاكل في الرقبة وبيحصل برضو في نفس الوقت في فقرات اسفل الظهر فممكن انو تدفي رقبتك حول كده دفي رقبتك بقربة مثلا سخنة او باي طريقة انت عايزاها وبعدها اتهيني اي ديهان يكون مساج مثلا للرقبة ويدنامي على مخادة مريحة علشان تشوفي برضو تلاحظي بعد كده هيحصل ايه موضوع الصدع معاك هيخفه ولا نظامه ايه معاك تاني حاجة بالنسبة للوجع بطنك او مادتك انا معرفش انت اكلتي ايه ونظامك ايه مثلا لو حصل لك الوجع ده كان من ايه بالضبط اكلتي مثلا بروتينات كتير بروتينات مثلا زي لحوم كل يوم لحوم مثلا او اكلتي اسماك او لغبطتي في يوم اكلتي من المسموحات ايوة بس ما كانتش فيه مثلا فترة زمانية بعيدة ما بين كل وجبة والتانية كانت فترات يعني متقربة او ممكن تكوني اكلتي حاجة المكون بتاعها فيه من الممنوعات فتعبك فانا مش عارفة تداعيات ايه كلها ممكن تاخدي قرصة رندو الدكتور كان ايه العالية عموما هو من الاعشاب مهضم يعني ما هوش علاج ولا حاجة وكده كده انا بنقل عن الدكتور انا مش دكتورة مش بوصف ادوية ولو الحال تعثر بيك او زدتي لازم تزوري الطبيب سؤال تاني من هبة بتقول انت اجمل مع نظام الطيبات شكرا لك يا هبة هي من الجزائر وبتسأل على الخل الخل تاخده امتى وتشربه امتى خل الصلطة ولا خل التفاح سؤال كمان جالي على الخل هل الخل بينزل الوزن وبساعد يعني على نزل الوزن لما بناخده اولا اللي عنده اي كرحة في المعدة ممنوع منه الخل يعني محدش عنده كرحة في معدته او التهابات ياخد خل خالص حتى لو كان من المسموحات وبالنسبة انه هو بيخسس ده طبعا ده كان كلام قديم وده كاتر كانوا بيقولوا عليه واخدوا خل تفاح على الريء والكلام الفضي ده طبعا غلط اللي بيخسس فعلا هو الصيام الجاف وان احنا نقلل توست ورز ونقلل كمان بطاطس ونزود سكريات وطبعا ما فيش سناكس خالص بين الواجبات لو هم اساسا وجبتين بالنسبة لبنوتي اللي بتسأل على الخل تاخده امتى الاحسن والافضل ان انت مثلا لما تاكل الوجبة بتاعتك الرئيسية مثلا الغدا اللي فيها رز اللي هو اساسا على اخر معلقتين رز كده هتحطي معلقة من الخل على اخر معلقتين رز وتقلبيهم في بعض كده هما الاتنين وتغديهم ده احسن وقت انك تغدي في الخل ويكون الخل الابيض العادي جدا اللي احنا كنا بنستخدمه في الصلطة زمان سؤال تاني برضو بيسأل الجبنة بتاعت مزارع دينا سبريت مسموحة ولا لا والفلافر من الحموص مسموحة ولا لا بالنسبة للجبنة سبريت هي الجبنة المطبوخة معانا انما الدكتور قال اي جبنة يعني مش لفاشكري ولا بريزيدون غير الاتنين دول بالتحديد فبلاش انه هما يتكلوا بالنسبة للفلافر اللي هي من الحموص فهي من الممنوعات فخليكي بقى في السليم في اللي احنا عارفين والفلافر العادية للدكتور سامح بيها مرة كل اسبوعين او تلاقي اي شؤال تاني بس يظاهر لي الاكاونت بتاعها اليوزر مش ظاهر لي الاسم بتقولي انها عملت البيتزا بتاعة البطاطس بتاعتي وطلعت طيبة طيب الهنة والشفاة بس هي عندها سؤال كاو السادة بيكسر السيوم هو والشوكولاتة عايز اقولك انت لو شربت شوية مية يبقى انت كده كسرت السيوم احنا مش بتنصر سكريات او حاجة مش مسكرة اي حاجة دخلت خلاص الفم وبدأت انها تنزل على المعدة يبقى انت كده كسرت السيوم الافضل تخديهم مثلا اخر الوجبة بعد ما تاكلي وجبتك تشرب الكاكاو بتاعك السادة ده بعد حوالي كده ربع ساعة من الانتهاء بتاع الوجبة بتاعك او تحلي مثلا اخر الوجبة بتاعتك بحتة شوكولاتة وخلاص يبقى انت كده ضمنت ان صيامك ما تكسر ان الاساس في نظام الطيبات هو الصيام الاسلامي والصيام الجاف سؤال تاني من ام عمرو بتقولي انا لحتى لو لغبطت لغبطة خفيفة هنبدأ من الاول هي مفيش لغبطة خفيفة ولغبطة مش خفيفة هي طالما اي حاجة اتخذت من الممنوعات للأسف يبقى انت كده اعطعتي النظام وبقيتش على النظام في الوقت ده فهتضطر انك تصوم يومين او ثلاثة صيام اسلامي خلالهم اكل خفيفة جدا جدا وتبدأي بقى من الاول كده على نظاف سؤال بقى عن تساقط الشعر ياريت تعرفوا الزنك عندكم قد ايه لو كان ناقص تاخدوا زنك لمدة شهر وكمان تشوفوا فيتامين دا الواصل لغاية مية والاقل من كده لانه بيتسبب برضو في تساقط الشعر اتمنوا برضو على الغضة الدراقية كمان هنا في فيديو الفلفل حار لتساقط الشعر مفيد جدا جدا وهيساعدك قوي كمان في اطالة شعرك وانباته من جديد في سؤال تاني برضو يا دينا ايه نوع الشاي الاخدر حلو قريب من الشاي اللي كنا متعودين عليه للأسف ليبتون كان اقرب طعم فيا ريت تقول ان على نوع جربتيه بصراحة هو ده النوع الوحيد اللي انا جربته ولقيته حلو قوي قوي ومشي معايا يعني فيه غيره جربته وما لقتهش كويس هو ده وبيبقى زي اللي هو مبروم شاي مبروم سايب بيبقى بالطريقة دي كده وبحطه في برطمانات وباستخدمه على طول يعني بقالي كذا سنة هو ده اللي انا ماشي عليه وحلو قوي قوي بالنسبة لي مش عارفة ممكن يبقى كويس ليكي ولا لا وبحطه في المصفى بتاعة الاعشاب دي وبيبقى سهل قوي علي في التصفية يعني واتسألت كتير كمان على المصفى بتاعة الاعشاب دي هي بتكون من ايكيا وممكن تلاقوها كمان في رانين طبعا دلوقتي انا بعرض لكم المشروبات الدفية كلها اللي ممكن ان احنا نشربها خلال الشتاء والبرد اللي احنا فيه ده وبعد المشوار السقع اللي كنت فيه في الشارع والجو الممطر ده طبعا بنروح بيوتنا عايزين اي حاجة نتدفى بيها ونشربها فكل الحاجات اللي انا بعرضها لكم دي عملتها اينا في القناة ومسموحة معانا مديحة برضو بتسألني بتقول الفيتامينات اللي انا باخدها اللي انا وردها لكم قبل كده في كذا فيديو هاخدها على طول لان اكيد مع نظام الطيبات هيبقى ناقصنا بعض الفيتامينات هي الفيتامينات الاساسية معانا زي ما قلتلكم هو فيتامين دال والفيتامين ايه فطبعا فيتامين دال بيتاخد شهرين وبعد كده بتوقفي وبتعملي تحليلك تحليلك تمام خلاص هتوقفي حوالي كده ست شهور وترجعي تاني تعملي تحليل لقتي نزل تاني فيتامين دال حترجعي تاخدي تاني شهرين وطبعا الجرعة والمدة ونوع الفيتامين نفسه وكل ده الدكتور هو اللي بيحددها حسب تحليلك وحسب جسمك هيستجاب مثلا فيه ناس بتستجاب للحقن بتاخدها فيه ناس بتتحسس من الحقن ومن الدواء نفسه فبياخدوا اقراس فكل ده كل جسم مش زي التاني زي ما فيه اجسام بتتعب من بعض المسموحات وبتوقفها وفيه اجسام تانية بتستمر عليها فيه سؤال كمان اريد اتباع النظام لكن دون ان انزل في الوزن لاني نحيفة من فضلكم ارشدوني تمامي بقى انت كده هتاخدي المسموحات طبعا اللي الدكتور سامح بيها ومش هتحددي كميات تمام؟ غير كده كمان مش لازم انك تخلي وجبتين بس في اليوم ممكن تكلي اكتر من وجبتين ممكن تلاتة وتكلي الغاية لما تشبعي كمان زودي شوية وانت بتكلي الوجبات بتاعتك في الرز وفي التوست هتزودي كمان من البطاطس بالنسبة للصيام الاسلامي بقى انا مش حادر اقولك تصومي او متصوميش لان دي حاجة يعني حاجة خاصة بيكي بس عموما الصيام في حد ذاته في فايدة كبيرة جدا للجسم وللكبد والتخلص من الدهون اللي على الكبد وكمان القضاء على الكوليسترول فانت اللي هتحددي بالنسبة لحالتك الصحية ايه؟ سؤال برضو معنا من فضلك بديل التوست ايه او طريقة التوست في البيت لانه بقى للأسف غالي جدا بديل التوست هو الرز الدكتور قال كده اما بالنسبة ان احنا نعمل توست في البيت فخلاص ده كده من الممنوعات ممنوع اي توست يتعمل في البيت او اي نوع من انواع جنات باي نوع من انواع دقيق ممكن انك مثلا تجيبي كيس توست ممكن تكلي منه توستايا واحدة مثلا كل يومين مع التبادل مع الرز وممكن انك كمان تعملي بليلة وتطحنيها كويس جدا بالهند بلندر وتفطري بيها مثلا بالتبادل مع الرز بالتبادل مع البطاطس بالتبادل مثلا مع الفريق لو الفريق مش بيتعب لان اوقات كتير الفريق والبليلة بيتعبوا لان ليهم اشرة وبتتعب في المعدة ممكن كمان دورة اللي هو الدورة المسلوق ده يتاكل برضو كبديل كل دي بدائل بس برضو لغنى عن التوست ريتش بيك ممكن تاكل واحدة زي ما قلتلك كل يومين او ثلاثة يبقى برضو في توفير احنا نتصرف كده ونجيب اي بدائل من المسموحات ونصرف فيها المهم ان احنا ما نقفش على حاجة بالنسبة لحبابي بقى اللي بيسألوا على الدوخة الف سلام عليكم ممكن تشوفي كده فقرات رقابتك زي ما قلتلك وممكن كمان تشوفي الأزن ممكن يكون فيها برضو التهاب فعملي تشيك اوب كده على نفسك والطمين نحاول بقدر الامكان ان انا اقلل في وقت الفيديو لكن الاسئلة كتير جدا عندي اسئلة كتير جدا بالنسبة برضو للسكر فان شاء الله الفيديو الجاي حاول ان انا اجاوب عليها والاخصة كلها مع بعض يا ربي يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا بيه لو عجبكم اعملولوا لايك اعملوا شير لحبيبكم واصحابكم هم كمان يستفادوا ولو كنتي اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلي الكل جديد اكتبوا لي اي سؤال انا اجاوبكم علي او اي استفسار انا معاكم في اي حاجة لغاية مقابلكم من الفيديو الجاي خلي بالكم من نفسكم ويك انت سعيد باي باي حلوين